هل نعرف الإحصائية ديها بشفوانس الإحصائية دي صدرت من مين وإحنا بدأنا كده إزاي وتأثير ده على الأسواق المصرية عامل إيه والحقيقة الإحصائية اللي حدك ذكرتها بتصدر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والصورة السماكية المشروع الإحصائية الخاصة بالجهاز المتلحة ديها قلتها فعلا إحنا انتاجنا تخطأ 2 مليون طن سنويا المركز الأول على أفريقيا والسادس عالميا في استزراع السمكي أكبر من مغرب في مجال استزراع السمكي مجال استزراع السمكي مجال استزراع السمكي إحنا عندنا 2 مليون طن سنويا إنتاج 80% منهم من استزراع السمكي 20% من المصايد الطبعي عشان كده إحنا في مجال استزراع السمكي زي ما قلت حاكي الأول أفريقيا والسادس عالميا والثالث على مستوى العالم في إنتاج البولت زي ما حدك وذكرته المشروعات القومية كان لها دور كبير جدا. بزبطة أنا عايزة أعرف بقى إحنا زي نمينا ده. يعني إزاي إحنا وصلنا للرقم ده في البداية؟ المسألة بدأت بقالها سنين طويلة جدا تقريبا من 2014 وحاركوا كنتوا لامسين الاهتمام الكبير جدا اللي الدولة أولته وسيادة الرئيس أولها لتنمية البحيرات المصرية. اشتغلنا بشكل موسع جدا وشكل متوازي في كل البحيرات المصرية بحيرة المنزلة بحيرة البورولوس بحيرة إتكو مريوت البداية. كل البحيرات بشكل متوازي في عمليات كبيرة جدا من التطوير والتطهير وإعادة والتكريك وزيادة المياه الملحة اللي بتدخل البحيرات. كان فيه جانب آخر ده فيما يتعلق بالمصاد الطبيعي. كان فيه جانب آخر والاهتمام بالسزراع السمكي زي ما ذكرنا مشروع الفيروز ومشروع بركة غليون وباقي عمليات السزراع السمكي اللي موجودة في مصر حصل تطور تاني مختلف شوية ان احنا المساحات اللي موجودة اللي تصلح للسزراع السمكي كلها تقريبا مستغلة فكان الفكر ان يتم الاستغلال بشكل رأسي اللي هو تكسيف عملية الاسزراع. يعني اننا تحول من عملية الاسزراع العادي اللي بيجيب 3 طن مثلا في الفدان الى الاسزراع المكسف وشبه المكسف اللي بيوصل ل7 و8 ويمكن 10 طن في الفدان. عشان تستغل كل المساحات اللي موجودة وتحقق اقصى انتاج منها بالاضافة زي ما ذكرنا المشروعات القومية بتشتغل بش بشكل فردي. هي مشروعات ذات اهدف متعددة. ودي الميزة في المسألة احنا بيبع عندنا مجال السزراع عندنا مصنع للعلف عندنا تغليف فالمسألة مسألة شاملة بدأت من 2014 ومستمرة ان شاء الله لمراحل قادمة للوصول بالانتاج ان شاء الله لتلاتة مليون طن. بس الناس تقول لك سمك المزارع ربما يختلف عن سمك المصايد ممكن تدينا وجه نظر وهل احنا راعينا ده في المزارع الجديدة ان احنا يعني نعمل شكل افضل للاستزراع السمك؟ اقول لا حضرتك هي معلومة مش صحيحة 100% وطبعا معروف ان الاسماك اللي بتربع في المصادر الطبيعية بتبقى يعني غزة طبيعي لكن اسماك السزراع هي اسماك يعني ذاتة جودة عالية جدا ومفيدة جدا لا تقل اطلاقا عن المصادر الطبيعية بالعكس قد تتفوق في كمية البروتين ففكرة ان السزراع السمكي او الاسماك المستخرجة من السزراع السمكي اقل جودة هي فكرة مش حقيقية تماما زي ما تحكي احنا 80% من انتاجنا هو من المزارع السمكة يعني ايه بروتين اكتر ما عالفش فهمني برضو لان طريقة الغزة بتختلف المصادر الطبيعية بيبقى غزة طبيعي لكن في السزراع انت اللي بتغزي فانت اللي بتتحكم في نسبة البروتين في الاعلاف اللي بتقدمها للسمكة فالمسألة بتختلف لكن في المصادر الطبيعية زي ما تحكي ما فيش غزة هو غزة طبيعي على حسب توفر الغزة اللي موجود في المسطح المائي بيبقى بيوصل حجم السمكة او درجة نموة لكن في السزراع السمكة هي عملية محكمة تماما الغزة وطبعا اي مستزرع بيبقى مهتم جدا بان المنتج بتاعه يبقى اعلى جودة لان المنافسة كبيرة جدا والسزراع السمكة منتشر في كل محافظات الجمهورية فهو بيحاول انه يوصل لدرجة اعلى من الجودة عشان يقدر يسوق سمكه بسعر مناسب يقدر يوفر له ربح محافظات جدا